اشتركوا في القناة ومع معلج سميات من نوع مالي تي 830 mp2 وجاء بإصدارين بذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع رام بحجم 3 جيجا بايت وبإصدار آخر بذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع رام بحجم 4 جيجا بايت ويسوع الموكروت الذاكرة حتى مساحة 256 جيجا بايت وجاء الهاتف ثنائية شريحة ومع مستشعر لبصمة الأصابع الذي يمكن مستخدم من فتح الهاتف والتقاط الصور والقيام العديد من المهام أما بالنسبة للكاميرا فقد جاء مع كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وبدقة تصوير فيديو فول اتش دي بسرعة 30 إطار في الثانية ومع خاصية الضبط التلقائي للصورة ومع مثبت بصري ومع فلاش ليد أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل وبنسبة البطارية فقد جاءت غير قابلة للإزالة وبسعة 3340 ميلي أمبير وجاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع أندرويد مارشميلو 6.0 ويدعم الشحن السريع أيضا أما بالنسبة للتصميم فقد جاء الهاتف بطول 150.9 ميلي متر وبعرض 72.6 ميلي متر وبسماكة 8.2 ميلي متر وبوزن 162 جرام وجاءت الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.5 بوصة وبدقة فول اتش دي وبكثافة 401 نقطة في البوصة متوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر